نعم عندما أطلقنا استراتيجية خفض الفقر 18-22 كان في حينها نسبة الفقر في العراق تلامس لـ 23% تقريبا 22.5% وكان الهدف ضمن هذه استراتيجية هو أن نخفض نسبة الفقر بنسبة الربع نصل إلى حوالي 16% بنهاية عام 2019 انخفضت النسبة فعلا إلى دون العشرين بقليل 19.5% ولكن ما أندخلنا بنفق الجائحة جائحة الكوفيد 19 وما رافقها من تداعيات اقتصادية حادة أثرت بشكل كبير على المشهد العراقي وتأثير طبعا يكون أثره بالدرجة الأساس على الفئات الهشة على الفقراء لا سيما ونحن نتحدث عن نسبة الفقراء حتى منهم فوق خط الفقرهم قريبون من الخط وبالنتيجة ما أن تحدث أي إشكالية أو أي هزة اقتصادية أو أمنية ينزلون تحت خط الفقر وبالنتيجة بسبب هذه الأزمة الصحية والاقتصادية ارتفعت نسبة الفقر من جديد لتعود إلى ما كانت عليه ربما نفس النسبة التي كنا نتحدث عنها في عام 2018 التي كانت 22 أو 23 حتى ربما ارتفعت الآن إلى 25% وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن الاستعداد والإعداد استراتيجية جديدة بمحاور متعددة لسنوات الخمس المقبلة وكما قلت مستفيدين من الإخفاقات أو الإشكالات أو التحديات التي تواجهت التجربتين السابقتين في محاولة لأن تكون الخطط أفضل وأكثر مرونة وأكثر استجابة ترجمة نانسي قنقر